موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم صوت الناس خلاص باقي من الزمن يومين بكرة وبعده وهيبتدي الانتخابات الرئاسية التصويت هيبتدي من الساعة 9 صباحا في جميع اللجان وهيستمر لتسعة مساء على مدار 3 ايام طبعا هيكون لنا وقفات النهاردة في الموضوع ده هنتكلم عن الانتخابات الرئاسية وخصوصا في فقرتنا مع الدكتور صلاح سلام عضو مجلس القومي لحقوق الانسان هنتكلم فيه عن التأرير الاممي اللي خرج برئاسة طبعا رعد بن زي وكان بيتكلم ان فيه حالة محاولة التخويف والترهيب قبل الانتخابات اللي موجودة في مصر هنتكلم معاه عن الانتخابات الرئاسية دي ان الخارج شايفها ازاي احنا ازاي نقدر ننقل صورة حقيقية للخارج للمجلس القومي لحقوق الانسان المصري مش قادر يعمل برضو عن نوع من انواع اللوبيينج في الخارج برضو هيكون معانا نهاردة ضيفة مهمة جدا احنا منتكلم في حقوق الانسان هيكون معانا ضيفة مهمة جدا وهي الاستاذة نوع السحراوي رئيس امناء مجلس امناء ومؤسس مؤسسة زي زيك وهي ام طفلة من اصحاب الهمم والحقيقة احنا جبناها نهاردة عشان نتكلم معاها عن موضوع مهم جدا هنكلم معاها عن ازاي احنا نقدر نعمل ثقافة دمج الاطفال في المجتمع المصري بشكل طبيعي احنا عارفين كلنا ان اليوم العالمي لمتلازمة داون او داون سندروم كان 21 مارس مع عيد الام فلازم نطرح ده على المجتمع المصري ونبتدي نشوف على فكرة انها كسبة قضية قضية مهمة جدا انهاردة هتكلم فيها معانا وهتقول لنا ايه قصة القضية دي وايه سببها كمان لان دي نقطة مهمة اوي محتاجين ان احنا نوسع مداركنا شوية في مصر وكيف نتقبل الاخر ازاي نتقبله وازاي احنا كمجتمع نتعامل معاه وهل احنا مضربين بما فيه كفاية او عندنا القابلية ان احنا نفهم ان فيه ناس موجودة معانا عايشين في مصر لهم نفس الحقوق زينا بس احنا مش شايفينهم النهاردة معانا موضوعات مهمة جدا 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 عايز اقول لكم بس في البداية كده الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة زار احدى القواعد الجوية اللي موجودة في سيناء والتقى ابطال القوات المسلحة والشرطة المشاركين في العملية الشاملة سيناء عايز اقول لكم قبل ما ابتدي اتكلم معاكم عن الكلام ده كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي موجودة دلوقتي معانا وهو مفروض الكلمة بتاعته شغالة دلوقتي طيب تمام ماشي طيب عايز اتكلم معاكم عن العملية الشاملة سيناء الفين وثمانتاشر فاكرين كلنا لما سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه كلمة قوية جدا لكل ابناء الشعب المصري وقال ان مصر بتحارب الارهاب من فترة واخد القرار بتطهير سيناء في خلال ثلاث شهور من كل العناصر الارهابية اللي موجودة فيها علشان نحقق تنمية واستقرار على كل شبر في الاراضي المصرية النهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قائد الاعلى للقوات المسلحة راح زار احدى القواعد الجوية اللي في سيناء والتقى بابطال القوات المسلحة والشرطة المشاركين في العملية الشاملة سيناء الفين وثمانتاشر هو بصراحة وجه عديد من الرسائل القوية جدا منها ان احنا كلنا كمصريين هنروح ان شاء الله سيناء نحتفل كلنا بالنصر على خوارج هذا العصر من اكتر المشاهد اللي انا شخصيا وقفت قدامها ياريت ننزل الصورة لما شفت الرئيس بيتناول وجبة الافطار مع ابناء مصر من مقاتلي سيناء شوفوا الصورة معبرة قد ايه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنطها البساطة بيقعد مع ابنائنا من قوات المسلحة اللي هو جزء لا يتجزأ منها وهم جزء لا يتجزأوا منه وهم كلهم كده جزء لا يتجزأوا منها قاعد بياكل معاه صورة فيها انسانيات كبيرة وعايز اقول لكم حدة انسانيات دي انا هقف عندها كتير اللي معانا فيديو كمان للرئيس الانسان يعني وليه احنا شفنا في هذا الرجل انه احنا بنرى فيه مستقبل هذا الوطن ادى صلاة الجمعة مع عدد من الابطال اللي في قوات المسلحة والشرطة المشاركين في العملية الشملة سيناء 2018 استمع القائد الاعلى لشرح عدد من الطيرين لطبيعة المهام المكلفين بيها واتمأن على سير العمليات وكمان التقى الرئيس السيسي بعناصر من مقاتلي القوات المسلحة والشرطة المتمركزة في سيناء والرئيس بصراحة اشاد بالتنصيق والتعاون الكبير جدا والجيد ما بين القوات المسلحة والشرطة اللي رصد وتتبع الخلايا الارهابية وتنفيذ الضربات الاستباقية الناجحة وكلمة استباقية دي حط تحتها الفين خط ليه؟ لان انت مش بتستنى رد فعل لا انت بتتحرك قبل ما التاني يفكر يجيلك اصلا فده طبعا حاجة يعني جهد مشكور الرئيس عبدالفتاح السيسي اكد ان عملية التنمية في سيناء هتتحقق باذن الله تعالى وان الدولة حطى قدام عينيها الاستمرار في تنمية سيناء واعتقد ان بنتكلم كده ان تنمية سيناء بتقدر تكلفتها 275 مليار جنيه مصري واشار الرئيس اللي انه تم الانتهاء من انشاء مطار مدني في سيناء كاحد دعائم التنمية خلال الفترة اللي جاية وابرضو اضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي ان هو مش هيسيب مصر عرضة للضياع او الهدم واشار ان جهود المصريين اللي هي بتبني مصر وهتفضل تبني مصر وان شاء الله باذن الله تعالى تقدر هذه الجهود تقدم مصر رقي واحياء امل في المستقبل كمان الرئيس في الزيارة كان مع الفريق اول صدقي صبحي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي وكان برضو مع اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية والفريق محمد فريد رئيس اركان الحرب الخاصة في قوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ونشر الحساب الرسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي صور مع نجوم ونصور انا بسميهم نجوم دول نجوم مصر الحقيقيين بصراحة نصور الجو مع تعليق ده حساب الرئيس عبدالفتاح السيسي التعليق كان فخور بابناء مصر الابطال وفخور بوجودي بينهم والحقيقة سيدة الرئيس احنا كمان فخورين جدا 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 بيك وبيهم ويا رب النصر لمصر دايما عايز اقولكم في ناس كده كانت تقولك ان مش عارف ايه بقى بيظهر بالبدلة العسكرية والرئيس مركز مع الجيش ومش عارف طيب ما تيجوا نشوف الفيديو ده اللي بيبين لنا انسانية الرئيس عبدالفتاح السيسي من يوم ما استلم الحكم حتى هذه اللحظة الرئيس الانسان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني بصراحة لا تعليق على هذا الفيديو فيديو بيبين لنا قد ايه ان هذا الرجل لديه من الانسانية الكثير يعني فيديو بصراحة حط في دماغل واحد حاجات كتيرة جدا ومشاهد كتير جدا ومشاهد الابطالنا اللي بيضحوا بنفسهم علشان ومشاهد الابناء دول بعد كده هيبقى مستقبلهم عامل ازاي وازاي ان بمجرد وجود الطفلة او الطفلة دي مع السيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي ده نوع من انواع الدافع الكبير اوي لهم الام اللي بتفقد ابنها في العمليات وبيستشهد وازاي ان الرئيس عبدالفتاح السيسي بيكرمها وبيقول لها انت بجد يعني ضحيتي وديتي بكل ما تقدر انك انت تديل البلد دي بانك انت تربي الولد ده بالطريقة دي علشان هو يدافع عن الارض دي كل تحية كل التحية كل التحية لابناء وامهات الشهداء في مصر دايما يا رب طيب خلونا بقى نروح لموضوع تاني موضوع تاني معنا نهاردة هو مباراة مصر والبرتغال الودية في مدينة سوري السويسرية وده ضمن طبعا استعدادات منتخب الفرعنة لكاس العالم 2018 اللقاء هيبتدي النهاردة الساعة عشرة الى ربع مساء بتوقيت القاهرة وعلى هامش المباراة كده في مباراة تانية موجودة على فكرة قوية جدا قوية جدا العالم كله بيتابعها مباراة دي ما بين النجمين طبعا محمد صلاح ومحمد صلاح بقولها كده بمطالف خر هداف الدوري الانجليزي والنجم ليفر بول والنجم المصري المحبوب في العالم كله وفخر مصر والعرب محمد صلاح شوفه اهد عمال اقول عليه كلام كبير اوه وكريستيانو رونالدو بس كده لا طبعا كريستيانو رونالدو هو نجم عالمي لاعب من طراز فريد ايضا لاعب في ريال مدريد كلنا عارفينه طبعا وهو قائد الفريق البرتغالي واسطورة من اسطير العالم يعني كريستيانو رونالدو مش محتاجين احنا نتكلم عنه كتير يعني معروف جدا كريستيانو رونالدو عايزو اقولكو ان معظم الناس بتتكلم عن المباراة دي بالتحديد النجمين دول لان فيه برضو تقارير صحفية في الفترة الاخيرة محمد صلاح يمكن نافاها لبعض الشيء وقال لا انا هفضر في ليفر بول زي منا بس فيه بعض التقارير الصحفية اللي بتقول ان احنا ممكن نشوف محمد صلاح بيلعب جانب كريستيانو رونالدو في ريال مدريد الموسم اللي جاي خلينا نشوف ايه اللي هيحصل بس خلينا نتابع النهارده ان شاء الله المباراة وان يا رب نتمنى كده كل التوفيق للمنتخب المصري والمنتخب كده يلعب برجولة وان شاء الله كده يا رب كده وعايزو اقولكم ان كان فيه بعض الناس اللي كانت بتحلل هذه المباراة فيه ناس كانت بتقول ان البرتغال اختارت مصر عشان هي شبه المغرب اللي هي موجودة مع البرتغال في نفس المجموعة بس بعض المحليني قالوا لا ان الفريق المصري اشرص من الفريق المغربي وان الروح الموجودة داخل الفريق المصري مختلفة تماما عن الروح اللي موجودة في الفريق المغربي لان معظم عناصر الفريق المغربي محترفين في اوروبا وحتى متربيين في اوروبا فعندهم نفط الثقافة الاوروبية الى حد ما انما طريقة لعب الفريق المصري شمال افريقيا وافريقيا ليها روح تانية شوية يعني فخلينا نشوف ان شاء الله نهارده كده ربنا يوفق مصر دايما كان فيه تأرير بس كده عايزو اقولكو برضو نرجع تاني الانتخابات بقى كان فيه تأرير كده كمعمول من سهاج مؤتمر شعبي الخامس لدعم متأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي الفترة رئاسية تانية خلينا نرطلع نشوف تأرير ونرجع لكم مرة تانية انطلقت فعاليات المؤتمر الخامس برعاية الشيخ صالح ابو خليل نقيب الاشراف بالزقازيك لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية تانية استمرارا للإنجازات ولضامان خير وأمن واستقرار مصر والأمة العربية بناشد الشعب المصر العظيم كله كله ينزل لازم ينزل مصر الحضارة ومصر التاريخ لازم نرأي للعالم أن دي الرئيس لما نزل يوم 36 تولك فوضني و30 مليون فوضه وإحنا عايزين بقى المرة دي ننزل 40 مليون إن شاء الله 50 مليون ونفوض الرئيس المؤتمرات دي ليس دعاية انتخابية للرئيس السيسي ولكنها تنبيه وتبصير للشعب بمدى التحديات التي تجابه مصر في الوقت الرأي ويجب علينا إذا أهزل التحديات الجسام داخليا وخارجيا سواء خليميا أو خارجيا أن نصطف يدا واحدة وعلى قلب رجل واحد ينبغي على كل مصري أن يخرج إلى صناديق الانتخابات ويدلي بدلوه ويقول شهادته إما بالقبول أو بالرفض ولكن لا بد أن نخرج جميعا عايزين نقول للمصريين نصطف خلف قيادتنا نصطف خلف مصرنا الحبيبة علشان نرسل رسالة اللي أعلم أننا كمصريين متكاتفين وراء رئيسنا وده هيقود بكل الخير لمصرنا الحبيبة إلى جانبي أبناء الشيخ صالح أبو خليل وموريدي حضر عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب ونجوم الفني والرياضة المرأة دورها كبير جدا جدا إحنا في التوكيلات الخاصة بسيادة الرئيس وفخامة الرئيس كانت أكتر من 66 ألف توكيل عشان كده أنا بقول لحياتك بالنسبة لممارستنا في حق المواطنة وحق المساواة وممارسة الديمقراطية أنا متفألة جدا جدا بالنسبة للسوهاجي لازم نقول دلوقتي هننزل للانتخابات إحنا عاوزين نقول مصر موجودة مصر بتبني مصر الجديدة خلاص انطلقت ومفيش حد هيوقفها الشعب المصري واقف فرر رئيسه الشعب المصري إن شاء الله بإذن الله ينزل بكسافة على سندوق الانتخابي بلدنا بتنادينا بتقول لنا لازم نبقى موجودين وإحنا موجودين إن شاء الله مع بلدنا ومع رئيسنا إن شاء الله بإذن الله إحنا معاك يا سيسي زي ما تروح وزي ما تحب وزي ما تكون عشان إحنا عيشنا في أمان في الفترة بتاعته كتير خالص خالص سيدنا الشيخ بيأكد إن شاء الله على جميع أحبابه وأبنائه مسادة النواب وكده بضرورة تشاركه إن شاء الله في الانتخابات بإذن الله بحس أن أظهر بصورة مشرفة قدام العالم كله إن شاء الله بإذن الله تأتي سلسلة مؤتمرات دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رياسية ثانية لتؤكد أن الشعب لم ينسى العهد منذ 2013 وخاصة بعد أن نفذ الرئيس والقوات المسلحة وعدهم بعدم التخلي عن الشعب وعن مصر أنا عايز أفكركم بس أفكر السادة المشاهدين أن الصمت الانتخابي النهاردة الساعة 12 بالليل بعد كده مش يبقى فيه أي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية نهائيا عايز أقولكو برضو أن كان على مستوى الحزبي بقى اللي موجود في الشارع المصري كان من ضمن الأحزاب السياسية اللي عملت أكتر من 240 مؤتمر خلال الفترة اللي فاتت كان حزب مستقبل وطن وعمل المؤتمر العام للحزب دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسية كان هنا في القاهرة تعالوا مع بعض نشوف حزب مستقبل وطن ودعمه لرئيس عبدالفتاح السيسي المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني من هذه الرؤية ومن هذا المنطلق أقام حزب مستقبل وطن مؤتمره السنوي ليبعث برسالة هذا العام تؤكد على ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة رسالة واضحة انزل شارك ايه ان كانت اختياراتك فقط انك طلل عراءتك تبصفات مواصفات رئيس الجمهور اللي انت عايزه ثم اختار بضميع مرتاحة انت عايز تختاره احنا بمهاردة بنحاول بش بنقول نحنا اكتر وطنية من حد لكن بنحاول نكون ادام الادوات الوطنية المصرية كله ينزل لان هو ده واجب وطني وواجب انساني بدعو كل شاب وكل صغير وكل كبير للنزول والمشاركة لإثبات وطنيتنا لان الوطنية دي من الدين وحب وطنه وحب بلده وحب دير دايما في تقدم وفي ازدهار انا عايز الشعب المصري ينزل الانتخابات عشان يقول للعالم كله مدى التحضر اللي احنا وصلنا له جنب الانجازات اللي احنا عملناها لازم نوري للعالم كله ان احنا شعب عارف مصلحته وعارف انه يدي صورة حلوة عن بلده بغض النظرة وهينزل الانتخاب مين احنا محتاجين ان احنا ننزل ونشارك في الانتخابات اللي بيفرض في صوته بيفرض في حقه الانتخابات حق لكل مواطن المصريين في الخارج الحقيقة ضربوا مثال جميل ارجوا ان الداخل يحتزي بي فيجب علينا ان احنا كمان نوري ان احنا مش اقل منهم رغم ظروف محافظة شمال سينة البتموربية حلال في محاربة الارهاب ولكن ابناء سينة الشرفاء الذين صمدوا في عهد الاحتلال في 67 ان شاء الله حيخرجوا يوم 26 و27 بالكامل تأييدا للدولة المصرية للوطن اهم من كل شيء بنوجه طبعا رسالة شكر وتأدير لابناء مصر المخلصين الاوفياء في الخارج نزلوا برا وشاركوا وشاركوا بقوة جدا جدا خلونا على عاطقنا مسئولية كبيرة جدا جدا كمصريين في الداخل ان احنا هنرد ونأكد ان مصر في كل مكان ان شاء الله باذن الله نزلة وهتصوت بقوة انزل شارك انتخب هكذا كانت هي رسالة حزب مستقبل وطن في مؤتمرهم السنوي والمنعقد بالقاهرة عبد الرحمن داود صوت الناس قناة المحور اشكر زميري عبد الرحمن داود جدا على هذه التغطية وعايز اقولكم ان احنا نطلع على فاصل صغير وبعد الفاصل هنستقبل ضفتنا العزيزة الكريمة الاستاذة نوها السحراوي وهنتكلم معاها عن تجربتها مع الداون سندروم او هي عندها طفلة عندها الداون سندروم او من اصحاب الهمم وهنشوف المجتمع المصري كان بيتعامل معها ازاي وهي تصرفت ازاي وعلشان نقدر نجيب حق كل اصحاب الهمم في مصر وازاي ان احنا كمجتمع نقدر نتقبل التعامل او التعايش مع اصحاب الهمم فاصل ونواصل هرجع لكم تاني بعد هذا الفاصل وانا بسعدني وشرفني جدا وجود نوها السحراوي معايا هنا وهي رئيس مجلس امناء مؤسسة زي زيك زيك نوها عامل ايه من ورانا طبعا كالعادة دايما ونوها انا عايزة ابتدي الاول اكلم معاكي عن زي زيك والفكرة وانتوا ليه عملتوا مؤسسة اسمها زي زيك الاسم الوحده انا حاسس ان فيه رسالة قوية اه طبعا هو زي زيك احنا بنطالب بعدالة اجتماعية مش مسواب لكن بنطالب بعدالة للاشخاص زوي الاعاقة في مصر عمتا مهم ان احنا نعرف ان مصر مضت اتفاقية مع الامر المتحدة سنة 2008 بتنص على تمكين الاشخاص زوي الاعاقة في المجتمع المصري ومنذ الدستور الجديد طبعا الدستور الجديد فيه مواد كتيرة بتتكلم عن التمكين والحمد لله يعني والسنة دي سنة الاشخاص زوي الاعاقة فاحنا يعني ماشيين بخطوات سديدة فيه اتجاه ان يبقى فيه دايما مكان للاشخاص زوي الاعاقة وميبقاش فيه التهاضيع ليه زوي الاعاقة وبتقوليش زوي الاحتاجات الخاصة او بنقول اصحاب الهمم زي في بعض الدول ليه يعني انا فيه اعزوني فيه بعض المجعين لما بيقولي زوي اعاقة تحس ان فيه يقولك لأ انت ليه ده نوع من انواع انت لأ انت بتقول ان هم معاقين لا ده هم مش كده ده انت لازم تقول ان هم اصحاب همم او ذوي احتاجات خاصة تمام احنا برضو ضمن الاتفاقية يعني احنا محددين ان احنا نقول الاشخاص ذوي الاعاقة persons with disabilities عشان الاتفاقية هي اللي بتقولك هو دوت الشكل الرسمي ان انت يعني الكلمة الرسمية المجلس الاعلى للشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة مثلا ليه لان اولا هو فيه فرق بين ذوي الاعاقة وبين المعاقين فهو فيه فرق كبير ما بين ان البني ادم عنده عجز وعنده قيود مجتمعية يعني عجز زائد قيود مجتمعية بيسوي شخص عنده اعاقة معينة بتخلي ان هو مارس حياته العادية يعني مثال بسيط جدا شخص عنده عجز بصري مثلا فهو كفيف لكن الكتب اللي بيشوفها مثلا كلها كتب برايل فانت لو ما دتلوش كتاب برايل فانت عندك البيئة بتاعت البيئة اللي حواليه مش بتساعده ان هو يقدر ان هو يتواكب مع المجتمع فبالتالي بقى عنده اعاقة معينة بتعوقه على ان هو يعيش حياة عادية فالعاقة هنا مش في الشخص لكن في الظروف اللي حواليه اللي حواليه فاحنا دايما بنقول ان انت لو شلت القيود المجتمعية فانت ستيل عندك شخص عنده من الاشخاص ذوي شخص عنده عجز لكن مش لازم يكون شخص معاق هنا احنا دتكلم في اعاقة جسدية فقط لان العاقة الذهنية برضو من ضمن سؤال جميل جدا يا احمد لان الاعاقات اولا مهم ان احنا نقول ان احنا تبقى للبنك الدولي 19% من اشخاص ذوي اعاقة تبقى للامر المتحدة 15 مليون شخص من ذوي الاعاقة فيين في مصر في مصر 15 مليون اه ما هي سؤالك عشان كده يعني بيخليني اتطرق للنقطة دي مين هم الاشخاص ذوي الاعاقة فالاشخاص ذوي الاعاقة هم ستة انواع اول حاجة الاعاقة البصرية والاعاقة السمعية بعد كده الاعاقة الحركية في الاعاقات الزهنية والتنموية كبار السن والامراض المزمنة يعني ايه يعني واحد كان شخص عادي جدا وبعدين بقى مثلا عنده 70 سنة او حاجة وبقى عنده مرض بقى طريح الفراش مقداش اتحار طمام فهنا بيندرك تحت ده محطوط من ضمن الشريحة دي بالضبط ضمن الشريحة دي والاعاقات النفسية والتمييز كمان ضد الاشخاص ذوي الاعاقة انا عارف ان انت عايزت الحلقة عن التمييز خلينا انا عايز اتكلم معاكي لان حاجات كتير قوي لان جزئية التمييز دي بالتحديد كمان احنا عندنا فيها مشاكل كتير طمام يعني يمكن كان فيه هنا في مصر كان فيه مؤسسة اسمها سباشل اوليمبيكس طبا المؤسسة دي كانت من اوائل بصراحة المؤسسات ويعني رحمة الله عليها دكتورة مجدا موسى كانت من الشخصيات الرائعة والرائدة بصراحة في مصر طبا هي والدكتور اسماعيل عثمان في المجال ده بالتحديد يعني كانوا مهتمين قوي كان فيه نوع من انواع محاولة دمج اي الاطفال اللي بيعانوا من متلازمة داون او توحد او ايا كان داخل المؤسسات الرياضية تمام ويعملوا مسابقة رياضية علشان يقولوا لا احنا برضو الاطفال ده من حقهم ان هم يلعبوا رياضة ومن حقهم ان هم يبقوا موجودين وبيه نفسه بشكل طبيعي وبيحصل دمج يعني حتى كانت ساعتها مدرسة مصر اللغات انا فاكر كانت من المدرس الاولى في مصر اللي كان عندها الفصول اللي بتدمج فيها الاولاد مع الاولاد علشان كان فيه ثقافة موجودة زمان اللي خلي بالك ده الولد ممكن تعيدي الثقافة كانت غريبة بصراحة بس احنا مع الوقت بنتحسن بقى فيه دلوقتي حتة الخمسة في البنية اللي في الدستور اللي بيفرضها على اصحاب العمل اللي لازم عندك يعني من الشريحة دي خمسة في المية بيشتغلوا انت معاك حكم محكامة النهاردة اي انا عايز اتكلم عليه برضو بشكل كبير لان الحكم ده هو الاول في مصر اي صح صح ده سابقة قانونية اولى حسنتي بايه وانت القضاء المصري بينصفني اه اه طب ابتدي القصة الحدوطة بقى من الاول اه بنتي مريم عندها هي دلقتي 13 سنة خلفت انا مريم وانا عيني تقريبا 24 سنة مريم عندها متلازمة داون متلازمة داون اللي هو كان زمان بيقولوا عليها الطفل المنغولي وده كلمة طبعا بطلناها من زمان يعني فهي اسمها متلازمة داون اه ومريم كانت مدمجة في مدرسة عادية اه خالص مدرسة انترناشنال يعني ومدرسة معروفة كبيرة وكده ولما كانت مريم في سنة ثالثة ابتدائي اه او كانت رايحة ثالثة ابتدائي المدرسة طلبت ان مريم تسيب المدرسة بالرغم من ان مريم كان معاها مدرس دعم احنا اللي كنا بنوفره وبرغم من ان كان فيه قرار دمج تعليمي كان طالع سنة 2011 ساعتها وده الحادثة دي حصل سنة 2011 يعني بعد القرار وبالرغم من ان المدرسة مفروض ان هي امريكاني وامريكا طبعا تعرف القوانين الدمج موجودة بقوة يعني فطلبوا مني قالولي احنا مش عايزين نشوف الولاد اللي شبه بنتك عندنا في الكمبس قالوا ايه اه لا لا قولي المصطلح تاني اه يعني مش عايزين نشوف الولاد اللي شبه بنتك عندنا في المدرسة اللي شبه بنتك عندنا في المدرسة تاني ليه عشان الشكل دوت مش كويس للماركتنج بتاعنا وكده طب البنت يا جماعة كانت ساعتها بس ده مصطلح عنصوري قوي عنصوري ما هو عنصوري جدا يا فطلم البنت متفوقة في المدرسة وكده وبعدين الاهالي اللي في الفاصل بتادوا يبعثوا الجوابات لإدارة المدرسة انه هو مش عايزين مريم تمشي درسين بتادوا يعملوا كده نفس الكلام فحصل ضغط على إدارة المدرسة من قبل حصل ضغط على مدرسة ان مريم ما تمشيش وان بص هو الدمج التعليمي للي مش عارف يقولك انا مش عايز ولادي يبقى مدمجين تعليميا يعني الولاد العاديين بيقولك لا انا مش عايز ابني يبقى قاعد مع طفل عنده إعاقة في الفصل لكن اللي بيجرب التجربة دي بيعرف ان دي حاجة مميزة جدا لان الطفل العادي بيتعلم ان هو يتقبل الاختلاف ويتعلم ان هو يساعد الضعيف ويتعلم ان هو يفهم زميله واحدة واحدة وينتظر اللي مش قادر يواكب والحياة عمتا ما بيبقاش فيها أقوياء بس فاهم ازاي والكونسبت او المفهوم بتاع ان القوي يدوس على الضعيف دي للأسف كانت متسايدة في مصر فترة فمحتاجين ان احنا نبقى رفقا يعني بالضبط وفيه دراسات كتيرة جدا في العالم كله بتوري ان الفصول الدامجة دايما الولاد فيها بيبقوا احسن في التعامل من الفصول العادية وبيبقوا متفوقين اكتر لان يعني المدرسة عاملت ايه بقى؟ فالمدرسة طبعا قالت ان هما يعني مش عايزين مريم في المدرسة وبتدينا نقدم الكلام دوات وقلت لهم يا جماعة انا لو انت كنت في امريكا كان هو المدير امريكاني يعني قلت له انت لو كنت في امريكا ما كنت اشتغر تعمل كده قال لي دي مصر قلت له احنا عندنا قرار دمج تعليمي يعني ايه دي مصر؟ يعني انا برحتي؟ انا هما برحتي قلت له احنا عندنا قرار دمج تعليمي قال لي دي مدرسة امريكا فابتديت اتجهت للقضاء الاداري ورفعت قضية انا وبابا مريم يعني ورفعنا قضية وكانت قضية اولى من نوعها قضية ضد التمييز ضد الاشخاص والاعاقة في التعليم والقضية اتحكمت لصالح المدرسة لأسباب كتيرة كان فيها يعني حاجات كتيرة من ضمنها مثلا انهم قالوا ان مريم عندها اعاقة بصرية وحركية تمنعها من التعليم وهكذا مهم ما احنا رحنا بعد كده المحكمة اخدت الولاد وروحنا للمحكمة زي فيلم ضد الحكومة كده محكمة كبيرة والقضي شاف مريم وهكذا وبعدين قدمنا طعن للإدارية العليا وقعدنا في الموضوع ده من 2011 واول مبارح الحمد لله ربنا نصف مريم يعني اشو ممروك ممروك يا مريم فهي القضية الاولى من نوعها وهي بمثابة يعني خطوة ايجابية ويقدر اهالي كتير يستندوا قوليها ان ده حكم الرد تلا فيها استقناف يعني هل المدرسة هتستقنف بقى ولا ما فيش احنا بدينا ناخد خطوات بقى مش هقول لك على يد الوقت بس خطوات وراء بعد كده جميلة انا بقى ارضو مش عايز الطفلة وهي في المدرسة حتى يعني انت دوقتي خلاص معاكم حكم محكمة والطفلة لازم تفضل موجودة في المدرسة بس الاتحاد بقى يعني هل ممكن المدرسة تمارس نوع من انواع الاتحاد او الضغط على الطفل نفسيا بحيث ان البنت تبقى يعني طبعا مفروض هما يعني لا بالقدام ومفروض يقفوا جنبها هي مفروض ان هي بقى لها الاختيار ان هي او احنا يبقى لها الاختيار احنا نكمل في المدرسة دي او ما نكملش فيها اللي حصل لما حصل اضطهاد ده مريم اللي حصل ان هي خسرت كله صحابها وبيبقى صعب قوي ان لو طفل بذات من زويل الاعاقات الزهنية ان هو يتربى في وسط ولاد ويقبلوه ويحبوه ويلعبوا معايا ويجولوا البيت ويجوا يعزموها لعياد ميلادهم بالذات في المجتمع بتاعنا فهي مزي فدي كانت نقطة هي فضلت بعدين يمكن سنة تسأل على صحابها وصحابها كانوا بيجوا يزوروها يعني وانا يعني شاكرة جدا للامهات وحفظة دايما شاكرة للامهات اللي وقفوا جنبي وقفوا جنب مريم وكان عندهم ثقافة الدمج كانوا حابين ان ولادهم يبقوا عندهم صديقة من زويل الاعاقات طيب انتي واحدة ربنا قدرها بانها تقدر ترفع قضية وانها تقدر تعمل اللي انت عملتي ده فيه امهات كتير قوي موجودة في مصر كده يا نوها دلوقتي ما عندهاش مش عارفة تعمل ايه يعني فيه امهات بيبقى عندها الطفل اولا فيه ناس بتكسف بيقفلوا على الطفل في البيت لا مش هتروح مدرسة فيه ناس بتفتكر لا الطفل اللي عنده داون سندروم او عنده توحد او اي ان كان الكيس بلاش هو دي مدرسة لان مدرسة هترفضه هنا المفروض السيستم او شكل التعامل الدولة بقى نفسها يبقى ازاي مع الاولاد دول لو حد يعني ما عندهش القدرة انه يدفع فلوس يعني فيه ناس لوقتي ممكن تفرج تقول ابنها انها قادرة تدخل مدرسة امريكا قادرة تعمل كذا قادرة تتخانق مع مدير امريكاني وترفع عضية ومع عندها وقت وعندها نفس احنا ما عندناش الكلام دا كله طبعا طبعا طيب اول حاجة احب اقولها ان التمييز يبدأ بالام بالام طبعا ليه الام اللي بتخبي ابنها وبتختار ان هي متقولش للمجتمع ان ابنها من الاشخاص ذوي الاعاقة فهي اول من يميز ضد ابنها فدورك كأم انا عايز اقولك ان القضية دي كلها لو دا حقي انا كنت ممكن افرط فيه بس هو عشان حق مريم وحق حد ما يقدرش ياخد حقه حق فئة كاملة مش بس حق فئة كاملة انت يعني انت كأب او انا كأم صعب قوي انك تفرط في حق ابنك فممكن تفرط في حق نفسك وبالذات ابنك اللي مريض اللي ملوش لسان زي ما بيتقيل ملوش صوت فده اصعب تفريط ممكن انت تعمله فاول حاجة خالص الام من حق ابنك عليكي انك تطلعي في المجتمع وتقولي وتعرفي الناس ان ابنك من ذوي الاعاقة لان احنا ما عندناش اختيار يعني انا ما نقيتش ان مريم تبقى عندها متلازمة داون فيهام ازاي دا مش اختيار الاعاقة والمرض والحاجات دي رزق من عند ربنا فانت ما عملتيش حاجة غلط فاطلعي وقولي ابني عنده من الاشخاص ذوي الاعاقة ما تخبيهوش وطلبي حق ان هو يدمك في الرياضة وفي المدرسة النهاردة قرارات الدمج التعليمي كلها بتحبز ان ابنك يبقى في مدرسة عادية فده حقك على هذا المجتمع ووزارة التربية والتعليم عاملة ووزارة التربية والتعليم عاملة خطوات قوية جدا في الفترة اللي فاتت جدا يعني وبيحاولوا ان هما يبقى فيه فعلا دمج فعال ويعرفوا المدرسين عن الاعاقات المختلفة وكذا المدرسين هل الشخص اللي هيخش يتعامل مع فصل فيه دمج لازم بيقاله صفات معينة ولا ممكن ادخل اي مدرس برده سؤال جميل قوي بصه فيه حاجة اسمها مدرس دعم ومدرس دمج مدرس دمج هو مدرس الفصل العادي اللي اخد تدريب علشان يعرف انواع الاعاقات فيتعامل في الفصل الزي ده مدرس الدعم اللي هو بيدعم فكرة الاشخاص ذوي الاعاقة في الفصل وده بيبقى اي حد بيكون يعمل كده مدرس الدمج او المدرس بتقال عليه هو مدرس ملازم للطفل متخصص في الاعاقة بتاعته ملازم للطفل ممكن يبقى ملازم وممكن يكون مثلا الطفل بيدخله في حصص معينة وهكذا حسب بقى كل شخص والاعاقة بتاعته احيانا بعض الاطفال ما بيحتاجوش ده بالذات في الاعاقة الحركية لكن مثلا اعاقة سماعية فممكن يحتاج حد بيكون بيتكلم لغة اشارة فمدرس الفصل العادي مش هكون بيتكلم مش هكون بيترجم لده فبيبقى جزء من الدمج التعليمي مفروض يبقى فيه جوا كل مدرسة وحدة دمج تعليمي فيها اخصائيين مختصين بالاعاقات المختلفة كامي عن سيستم كده كامي شفت الرئيس عبدالفتح السيسي هو بيقول ان احنا بنسع ان احنا نطور التعليم في مصر والخطة هتبقى موجودة على مدارة 14 سنة انا اتمنى ان يبقى اللي انت طرحتي دلوقتي يبقى موجود داخل المدارس الحكومية يبقى موجود داخل المدارس لان احنا عايزين نملأ اذهان الشباب او الاطفال بتوعنا كله بنفس المستوى يعني ما فرقش معايا هو قاعد على كرسي شكله عامل ازاي او قاعد على دسك شكله عامل ازاي انما المحتوى اللي بيجيله يبقى واحد بزرور في كل المدارس علشان يبقى نوع من انواع ما يبقاش عندي تباين في الثقافة اللي موجود في المجتمع يعني اتمنى ده بزرور رسالة كنت عايزة توجيهيها للدكتورة غدا ودي اه دلوقتي احنا في زي زيك عملنا اول برنامج تفاعلي تدخل مبكر وتنمية الطفل من سن زيرو لخمس سنوات والبرنامج دوت ممكن ينهض بفكر وبعقلية الطفل المصري بشكل عام مش بس الاطفال عندهم اي اعاقات او اي تأخر واقعدنا مع وزارة الصحة فعلا مع وحدة الحد من الاشخاص ذوي الاعاقة في وزارة الصحة لكن هو الموضوع مختص اكتر بدكتور غدا والي وانا بحاول بقلي فترة ان انا اوصل لها انا بس طلبة ان اقعد معاها نصف ساعة لان دوت مشروع قومي بينمي كل طفل مصري من سن زيرو لخمس سنوات وانا وعيدك ان شاء الله ان صلتك تكون وصل للدكتورة غدا والي والمرة جاية دفع عندنا تقول لنا عملتوا ايه مع وزارة التضامن الاجتماعي ان شاء الله وخليني ابعت رسالة بس للسيد المدير اللي قالك ان دي مصر مش امريكا فعلا دي مصر مش امريكا عشان كده القضاء المصري احترم احترم جدا مريم واحترم جدا عشان تعرف فرق الادمية من بين عندنا وعندكم المدارس المصرية لا يقتل فيها الطلاب زميلهم الطلاب طبعا اللهم لشماتة يعني في الحاجات اللي موجودة عندكم فنعم هذه هي مصر مصر التي احترمت ابنائها واجبرت او هتجبر ان شاء الله هذه المدرسة على ان هي تدمج مريم داخلها يعني انا بشكرك جدا نهار شكرا يا احمد وشكرا ان اهتمامك وكل سنة انتو طيبين للامهات بتاع متلازمة داون وكل الامهات في مصر في كل حد ان شاء الله واحنا معاكم رب الله واحنا برضو بنرفع شعار زي زيك من حق اي مواطن مصري ان يحصل على نفس الخدمة ونفس جودة الخدمة في المجتمع المصري بشكل عام في على ارض مصر بشكرك جدا نهار شكرا ان هو على وجودك معنا فاصل ونطلع لتقرير صغير وهيكون بعد هذا الفاصل ضفنا الدكتور صلاح سلام عضوى مجلس القومي لحقوق الانسان ونقيب اطباء شمال سيناء وهنتكلم عن حقوق الانسان في مصر وبعض التقارير اللي خارجت الخاصة بانتخابات الرئيسية ولكن بعد هذا الفاصل ابن البلد والشام يبان في وقت عوزة سيد الكدعان سدد وظهر البلد وأمان اسمع واخد مني عندك مرزولة يا بردولة ويلا ات معاك ابن سحابك او جيرانك ات من ورات نمي الحدايب والقرايب يلا دين ايوم نمزي ايد ابني احزك من صورة يا قولي كله ويلا هات معان احزك من صحابة قطيران اتنك من صورة اموران نمي الحدايب والقرايب يلا دين ايوم نمزل عشان من ابني غير البلد يا ناس ملناش بنحطها وما بنستغناش وعجبها فينا ما تخزلوهاش بنشيلها بالنين قبل البلد كل عمره قصير من عمره كان ناكر لنين ساعة ميلة للحمل تقيل ما يقاربش مثل النين نمي الحدايب والقرايب يلا دين ايوم نمزي ايد ابني نمي الحدايب والقرايب يلا دين ايوم نمزل عشان نبني من يا خير ملناش ازراد عايزي تصد نيل في بلاد علشان بلدنا على استعداد نقا يبضحيا لما اللي رب تعالي اخلاص تنزل وتبقى وقل الناس الست دي تقشال عالراس الله يا مصرية عندك نوزولة يا برهولة ويلا هات معاك ابن صحابك او ايرانا تقوم اموراك دمي الحبايب والقرايب يا الله رجعنا لكم تاني بعد هذا الفاصل احنا بسعدنا ويشرفنا جدا وجود الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ونقيب اطباء شمال سيناء اهلا وسهلا بحرطك اهلا بك انا الحياة النهاردة في غاية الساعدة ان انا بشوفك شرف لينا دكتور على قناة المحور الحياة لازم اقول هو شعور شخصي بس لازم اقوله ربنا خليك ربنا دكتور حركة الشخصيات العزيزة جدا كمان على قلبي وقلب القناة ومن الشخصيات اللي احنا بنحب نسمعها لان انتوا عملتم مجهود رائع بصراحة فترة من الفترات انه كنتوا تقدروا الى حد ما لان احنا اتكلمنا عن القصة دي في مرة وقلنا لماذا ترى جمعيات حقوق الانسان دائما شق وبتنسى او بتغفل شق اخر اللي هو حق الجندي المصري في الحياة ويمكن دي انتوا قدمتم فيها بصراحة مجهود كبير وقدرتوا انه كنتوا تشتغلوا عليها كمان برا مصر هنا احنا عايزين بقى نتكلم شوي عن جمعيات حقوق الانسان في العالم ليه لما بيتقال كلمة حقوق انسان الكلمة دي لوحدها وقعها وحش هنا في مصر يعني تحس ان احنا مدنين احنا عندنا مشكلة احنا ليه الجمعيات دي ده من بتحاجمنا يعني عايز اقول بس يعني هو طبعا بعد 25 يناير وما كشفته الوزيرة فايزة ابو الناجة والقضية المعروفة وقضية التمويل الاجنابي وهكذا ولقينا الناس فوجت من الشخصيات التي كانت تنادي بالديموقراطية والحرية وحقوق الانسان ولا بد منها كذا وكذا اكتشفت انه بعض منها مش كلها يعني مدن في قضايا تمويل الاجنابي والقاو وان التمويل ده ما هو تمويل الاجنابي ده في منه مشروع وفي منه غير مشروع يعني فيه تمويل الاجنابي يخش عن الطرق الشرعية وينخش في تنمية وينمي المجتمع والكلام فليس كل التمويل الاجنابي شر يعني لانه فيه تمويل الاجنابي عمل مدارس وعمل حاجات كويسة زي عمل مستشفيات مستشفيات معونة اليابانية بالزبط كانت عملت حاجات كويسة وهكذا حتى المعونة الامريكية برضو كان بعضها يستغل بطريقة صح لما كانت بتخش في موارد صح واماكن صح فده طبعا قد انطباع للمواطن انه كلمة حول انسان يعني زي جوبلز كده ما قال تجعل ان هي تحسس مسدسي وجوبلز ده كان وزير اعلام هتلر طبعا لا شك انه ان الناس انا شخصيا بقى وعاني من القصة دي يعني لما انا اقول انا الدكتور صلاح السلام انا استاذ واستشاري في كذا في امراض النساء والحق المجاري دهنة عادي اه ونقيبة طبعا شمال سينا حل اول ما اقول عدو المجلس القومي لحقوق الانسان يرجع ورا اقول لي يا عمد ده المجلس القومي لحقوق الانسان مش عجمعية ولا منظمة ولا وبرضو ياخد خطوتين للكلس اه فهي الحقيقة الناس يعني فهمة برضو حقوق الانسان بطريقة خطأ يعني اول ما اتعدي حتى على كمين ولا مسافر سينا ولا حاجة اول ما اقول له طلع له الكرنية ولا حاجة يقول طب فين حقنا اه دايما الناس بتسأل عن حقها صح وده حقه بس برضو احنا بنسأله عن وجبه هل بيقدي وجبه هل بيقدي اللي عليه هل بيقدي شغله بطريقة صح مية في المية هل بيشارك ده احنا هنا بنتكلم على كل القطاعات مش قطاع واحد كل حاجة عمتا ان اي مصري طالما لك حقوق يبقى عليك واجبات بالضبط كده وبعدين فهمنا لحقوق الانسان يجب ان يندرج مع درجة وعينا يعني انت ما تقوليش ان انا هانشر ثقافة حول انسان وانشر دعوة حول انسان في مجتمع يعاني 40% منه من الهمية ولا 30% من الهمية و86% من المرأة في الريف بتعاني من الريف اللي يا دكتور ريف في ايه يعني اللي يلازم يبقى عندي وعي علشان اقدر اقول ان انا من حق اتكلم او ان انا انشر ثقافة حقوق الانسان علشان ما حدش اشتري صوتك علشان ما حدش اشتري اردتك علشان تبقى انت عارف انت بتعمل ايه وعارف صح يعي خيرك من شرك فلازم تكون عندك هذا الوعي وهذا العلم وهذه الكفاهة على ان انت تستخدم ادواتك صح دور مين اللي يعمل الوعي ده دور الدولة بكل مؤسساته لا اسلام ونظمات حول الانسان ولا المجلس قامل حول الانسان التعليم الثقافة المسرح الفن الادب شباب الرياضة الاوقاف الدين الازهر كنيسة كل مؤسسات الدولة يجب انها تعلم الناس كيف يمارس حقوقه المشروعة ويؤدي واجباته بطريقة صح باستراتيجية ولا كل واحد يشتغل لوحده كده يعني يبدأ لا والابداء والتجويد ده ساعات بيروح في الطريق خاطئ اه 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 انه فيه تجربتين في العالم تجربة الصين وتجربة الروسية اه تجربة الصين قوة اقتصادية ضخمة وعدد سكان مهول مهول مليار ونص مه تقريبا فما تقوليش سكان عمل من السكان سروة قومية صحيح وطلع منهم شرباط استفاد منهم استفاد منهم وعمل قوة اقتصادية ضخمة بدأ بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية صحيح ما عندوش كان الحقوق المدنية السياسية احنا بقى بنحط العجلة قدام احنا حطينا الاول حقوق المدنية والسياسية نحط العجلة قدام اه تمام فزي بس دي كان طلبات شارع على فكرة الشارع قال عيش عيش اه عيش حرية عيش الاول اه عيش يعني حقوق اقتصادية واجتماعية صحيح بس المسار اللي مشي من ساعتها لحد النهاردة كانت كلها اصلاح اه مطالبة بالصلاحات السياسية بالزبط لانه النخبة تكلمت بس في الحقوق المدنية والسياسية ومتكلمتش في الحقوق الصادية والاجتماعية وعشان كده كان فيه انهيار في الاختصاد وكان فيه سعر الدولار في البنك بازا وبرى بازا كده مش عارف يمشي مفيش سكة واحدة يمشي فيها علشان يرتقي شوية شوية فطبعا لما جي الاصلاح الاقتصادي قال لك لا ده انتو كمان جيتوا علي وزناتوني اكتر معك حق فعلا معك حق فعلا انت مزنوق فعلا وفعلا فعلا بس لو ما كانتش حصل هذا الاصلاح الاقتصادي كنا هنشوف واقع بعد كده اسوأ من اللي احنا عيشينه دلوقتي بكتير ما هو احنا وصلنا لدرجة كان ممكن نعني الافلاس يعني صح فلكن هو المواطن العادي يكلك بيهمه ايه اعز يأكله اعز يأكله يشربه وامان مروش عرقه ببا بالكلام يعني هو عايز من بات من باتء امنا في سيربه نعم يملك قوته يمه نعم عايز اتله الدنيا هو ما فيه شكرا هو عايز الحديث داد بتاع رسول الله عليه الصلاة والسلام صحيح يتحقق له هو دل دل بهم هو صحيح ما وصلتوش الاصلاحات الاقتصادية ومعها لكن الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي هو الركيزة الاولى في حقوق الانسان. تمام. علشان بعد كده ترتقي شوية شوية. طبعا الناس بتقول مفروض يبقى هاندون هاند. يعني نمشي ده مع ده. بالتوازي. طيب انا اقول بس التجربتين. ما انا اقول التجربة التانية. التجربة التانية التجربة الروسية. التجربة الروسية بدأت بالبرسترايكا في التسعين البرسترايكا راح تفتيت الاتحاد السوفيتي لخمستاشر الدولة. تمام. الى ان جاء بوتين ومسك بتلبيب روسيا. وحاول يوقف بعد ما كان السلاح ناوي بتباع على اهمة الطرق. على النص يعني بتباع. ولمن يريد. واصبح يعني العملة الروسية في الحديد. وا 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 وا. قدر يمسك بتلبيب شبه الدولة اللي خطلت. وبدأ يبني دولة. الى ان وصل الى مرحلة انه يهدد بصواريخ عابرة للقارات لا تستطيع ان تصل اليها الى الاردارات. مش كده? صحيح. شوفنا الفيلم ده. هو وثائقي هو حتى طلعه. حتى لو فيه قبب اه اه للحماية احنا عندنا قدرة الاختراق. كيف وصل ان هو اه كان على حساب شوية الحقوق المدنية والسياسية. يعني لما بدأه بالحقوق المدنية والسياسية الدنيا واقعت. وانهارت. لما جيه. لما وبدأ يبني. بدأ. تشد. تشد. يمكن ده عشان طبيعة الدولة في هذا التوقيت ان كانت تهديد. هو تهديد الى حد ما اه اه امني. اه اه مع افغانستان ومع التهديد اللي كان موجود فيها. ما اشبه اليوم بالبرح. ما اشبه اليوم بالبرح. يعني اه ليس اه لم نكن مهددين من الفين و تلاتاشر حتى تاريخه. اه لم تهدد للدولة المصيح. ان احنا قدرنا نوصل لدرجات كبيرة من الامن. وعلى فكرة. ده يمكن ان احساس الناس بالامن اللي وصلنا ليه. احنا كنا بنمشي على على الدائرة واستاذ احمد واحنا جيهين القناوات الفضائية. بنقول لها ما انتمشيش من الدائرة. يمشي من وسط البلد. نخاف. صحيح. او انت او انا. او حتى. ما ننساش الفترة. ما ننساش الفترة دي. يمكن الاحساس بالامن خلي بالك. احساس بالامن دايما الاحساس بالتهديد. بيخلق حالة من الفير والفايت بيطلق ادرينالين. في الطب كده. والادرينالين يعمل تحدي يا رب. بيخليك تشتاق تجري اسرع. ايوة. يعني انت لو انت خايف هتنط ترعى تلاتة متر. صح. لو انت مش مش هتقع هتقع. 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 فهو دايما الفير والفايت الخوف والوه. بدي حافز. بدي حافز. بطاقة. نعم. وعشان كده الناس لما هتحس بريلاكسيشن. وان الامان والهدوب. مش عارفة. يمكن ما تكونش استجابتها كبيرة. انا هتروح. صح. انا عايز اتكلم برضو محركة عن بعض. اه. خليني اقول حملات. التشويه. المقصودة في الخارج. وتم استخدام بعض المصطلحات زي الاختفاء القصري. التعذيب. اه. الشرطة المصرية بتمارس نوع من انواع التعصف مع المواطنين. هتكلم عالك في كل ده. بس خلونا نروح بس نشوف بقى جانب كده مفرح شوية. المؤتمر الختامي. لحملة من اجل اه مصر. كلنا معاك من اجل مصر. اه اه في السادة القاهرة دلوقتي. ونرجع نكمل حوار ده مع الدكتور صلاح سلام. شكرا. شكرا. سلام عليكم. ده كان جزء من المؤتمر. اه شفنا اه كلنا حكيم وهو يعني اه حبيب الملايين زي ما بيقولوا كده عليه. هو اللي بيحيي هذا الحفل الخاص بي اه حملة كلنا معاك من اجل مصر وده مؤتمر الختامي بتاعها اللي احنا عارفين ان من اول بكرة النهاردة الساعة 12 بالليل فيه صمت انتخابي. طيب نرجع بقى تاني لحملات التشويه. انتو شفتو ازاي ان كان فيه تقرير كان نزل على قناة من القنوات اللي مفروض يعني تمتلك من الحرفية والمهنية الكتير زي البي بي سي على سبيل المثال. وعملت تقرير عن ام. الام بتقول انا بنتي مختفية قصريا وكذا وكذا وكذا. وتم العمل على 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 الحلقة دي بشكل كبير جدا يعني. وتطلع في الاخر زبيدان هي كانت ربانا لانك اتعايز تتزوج من شاب. ويمكن التجذيب او زبيدة بقى نفسها ما خدتش نفس حجم البروباجاندا زي الام يعني اللي فضلت الرسالة اللي الام تركتها في الادهان في الغرب موجودة. انما زبيدة تجذبها ما خدش نفس حجم الرسالة بتاعت الام. فبالتالي بعض الادهان علق فيها بعض المصرحات زي الاختفاء القصري او التعذيب. شايفينه ازاي. بص اه خلينا نقول شايفه ازاي بشايفينه. عشان انا بكلمه عن نفسه. اوكي. انا بقول انه احنا في كل مرة بيطلع تقرير من امستي او من هومن رايتس او حتى من الامير زيد بالرعد يعني. اه بنتلع نكذب. وبس. وده ما حصلش وده كلام مش مظبوط ومصر ما لا تقبل التدخل في شؤونها ومصر. لكن لأول مرة واحنا كنا كل مرة نطلع نقول يا جماعة ما ينفعش مجرد التكذيب. لازم لما اي حاجة نفندها. لما يقولوا في تسعة عشر حالة تعذيب. كذا كذا كذا. طب نطلب من الجهة. الكيسيز. التي اه الكيسيز. هما قالوا اسمين. هاتوا الاسمين من التسعة عشر ما قالوش حاجة. وخلي قاضي من اه يفوضه معالي النائب العام بتحقيق مستقل ويعمل تحقيق شفاف ويطلع النتيجة ويبعثها لكل العالم. ايه اللي هيجر? ده اسمه تفنيد لأكاذيب او لحقا ويقول الحقيقة. ايه الحقيقة فين? والكيس بفين. تمام. اه لما طلعت زبيدان لو قلنا ما محوظ ام زبيدان. لو قلنا مهما قلنا ما كانش حد هيسدها. صح. لكن لما جات الحقيقة. البنت نفسها. البنت نفسها. ولسه والدة. وطفلها على ايدها. ومع زوجها. وفي بيتها. العالم. يعني اعتقد انه مش هيسدها البي بي سي تاني لو كتبت مهما كتبت عن مصر. لانه خلاص. هنا ده جوت جوب. ده الشغل الصح. ده ان انت تعمل. جبت الكيس نفسها. التفديد. اه. انما اطلع وراء اقول والله ما حصل. ما حدش هيسدها. ما حدش هيسماعك. العالم لا يسمع الا لغة الارقام والداتا والمعلومات. نعم. ويسمعك. يعني الحجة بالحج. نعم. اما تقول له لأ او ما نفعش وتدخل وده مش تدخل. وانه انتو بتقوله كلام مش معه. عن اه يقول لك لا طب فيه تعزيب في السجون ومش عارف ايه. قل له اه انا عندي فعلا تعزيب. بس مش في السجون. في في بعض المراكز للشرطة. وانا قدمت تلاتة وتلاتين زابط وامين شرطة. للتحقيق. والمحاكمات. منهم من حكم عليه. واللي حكم عليه فلان وفلان وفلان. كلام ده حصل? ايوة. تمام? وهكزا. انا اه. والشرطة و وزارة الداخلية يعني انتم لما بتعملوا حاجة زي كده. وزارة الداخلية مش مش بتمارس عليكم نوع من انوع لأ ما تشوهوناش. ده اما الداخلية اللي مطلع على البيان ده مش احنا. البيان ده من الداخلية مش منها. يعني هك شايف ان حتى اداء وزارة الداخلية تطور. لما قدموا الناس بتوع المطارية للمحاكمة. قدموا الناس اللي هو في مقتل احد الناس في الطبيب الاسماعيلية. في مجد مكين بتاع الامريا. اه في مقتل حد في القصر. في حاجة في في المواطم. تمام? خمس او ستة حوادث. تم ما تخديم الزباط والأمناء للمحاكمة. نفيش كلام. وهم اللي الداخلية قالت بالاسماء. وقدموا المحاكمة. هل التعامل مع وزارة الداخلية دلوقتي انتو كمجلس قومي لحقوق الانسان. شايفين ان في نوع من انواع الاختلاف في طريقة التعامل معكم. يعني في بيانات انتو لو عايزين تعرفوا حاجة. اه بتجيلكوا تقارير مثلا واحدة ستة بتقول انا جزي مختفي مش عارف هو فين. فبتروحوا بتقولوا لأ فعلا في حد انا مختفي ولا لأ. هل في تجاوب بيساعدوكم ان كنتو توصلوا للحقيقة? ولا في تخنيق وتضييقكم? انا عايز اقول له حضرتك انه المجلس نفسه دلوقتي في حالة يعني اه اه شلال نصفي. ليه? ليه? لانه المجلس من ستة شهور هو تحت المفروض انه في مجلس جديد. نعم. وفي قانون جديد للمجلس. وقانون جديد للمجلس كمان في نوع من اختلاف. مه. بطريقة العمل. لان القانون قال انه في مراقبة من الجهاز المركزي للمحاسبات. فمراقبة ما قبل الصرف. مراقبة ما بعد الصرف. لو هستعمل ايفنت عايز موضوع كبير عشان تعمله. قبل كده كان يعني في مراقب مالي. وحزم حسن هو اللي بقدم التقرير لمجلس النواب او لمجلس الشورى. فالطريقة اختلفت. تماما. تماما. مه. فطريقة العمل اختلفت. مه. وبالاضافة للانتظار حالة حالة. حركة حقوقي. شايفا. عالمستقر الشخصي. في اختلاف طريقة التعامل الداخلية مع الالمواطنين بشكل عام. يعني انا عايز قول انه ااااااااااااااااااااااااااااااا في في اهم اهم اهم. هناك شيء من اختلاف اهم. وان ان انت لو فضلته راحوك بتجيبه. اهم. اهم ان انت ما عندش حاجة ممكن تستخبى. ولا هم عايزين يداره. وهم ما يداروش يداره. لانه اللي هيداروه في تقارير اسمية هيطلع على السوشيال ميديا. وهيطلع على فيسبوك وهيطلع على واتساب. فمش من مصلحة حد من حد يداري حالي. هو انه هيداري حاجة هتتفضح من اي من حد تاني. صح. فيعني وبعدين اعتقد. وهيحرج الجميع. خيادات الداخلية. لما انا شخصيا بتعامل معها. يعني يقول لك انا مصلحتي ايه? ان انا داري. ما الغلطاني اخد على دماغه. اللي غلط يشيل غلطته. انا مصلحتي ان انا داري عليه. مم. اللي غلط يشيل غلطته. مليش مصلحة. انا مليش مصلحة. اللي هترأى ولا هبقى مش عارف ايه. فعلا. ولا هو هينفعني. ولا هينفعني. يعني زي. فيعني اللي غلط يشيل غلطته. اللي عمل حاجة مش موجودة في النواميس والقوانين بتاعة الداخلية يشيل. وعشان كده هم ما بيقدموا ناسهم لمحاكمات. صحيح. طيب. اذا ثبت ذلك. نروح بعد انتخابات الرئاسية هنا في مصر. والبعض كان تقارير زي ما حركة اشرت كده في بداية كلام حركة عن رعد بن زيد. وكان بيقول ان هناك حالة من حالات التخويف في مصر. او حالة من حالات القمع لابداء باراء المواطنين زائد تخويف البعض اللي عايز يترشح. شايف التقارير ده كان عامل ازاي. هو زيد بن رعد. على فكرة احنا كنا في لقاء مع نائبة بتاعته عندنا اول امبارة. في المجلس. نائبة زيد بن رعد. اه. وكانت بتزورنا في المجلس وتكلمنا معها. وكانت اه حضرت اه دورة لمندوبين من كل الوزارات. على مدار ثلاثة ايام. كان عاملها المجلس في احد الفنادق. مع اه عن التنمية المستدامة عشرين تلاتين والحقوق الاخصادية والحقوق الاجتماعية وكزا. لم نناقش كل الكلام اللي قاله زيد بن رعد معها. خالص? خالص. ليه? اه ما يعني مش شايفين احنا شخصيا ان هو اه ان احنا نطرحه للمناقشة. وهي ما استغربتش? وهي ما طرحتش. احنا كنا بنتكلم على قلية عمل المجلس. الا على المراجعة الدورية الشاملة. على بتاع المجلس. يعني المجلس المفروض بيتصنف. في مايه اللي جاي مايه او سبتمبر هيتصنف. لان احنا الف. في حالة هيفضل الف ولا هينزل. نظرا للاجراءات الجديدة اللي اتعملت. والقانون الجديد. اه. فما ما فتحناش كلام ده خلص. اه. اما بالنسبة لحالة الخوف والتخويف وشيء من الخوف وكذا. بص بطبيعة الحال انت حضرتك لو انا بشوف ان تقرير ساندرا نشأت اللي كان شعب ورئيس كان يستحق التقدير يعني. طبعا. و اه شايفوا نموذج محترم للإعلام. كلام من القلب للقلب. اه. و يعني وغطى حاجات كتير جدا. واسئلة كتير جدا. تجوب في ادهان الناس. وعلى فكرة. هذا التقرير يعني خلينا نقول ان اه. الذي وضع الاسئلة. او الذي اه كتب السكريبت الخاص بالموزيع. لانه ساندرا نشأت في الاول في اخر مخرجة. ماهيش 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 موزيع يعني. فاللي كتب ده هو لامس الشارع بشكل كبير. و اه. وشوفنا انه ما فيش خطوط حمرة. الحقيقة يعني انا بقول ان الفيلم اللي عملته ساندرا نشأت. وانا ما رفز شخصيا. اه بقول للإعلاميين لازم يعيدوا النظر في خارطتهم. وفتريت كلامهم. وفتريت تعبرهم. لانه هي. تفاوقتها. تفاوقت. لان تفاوقت على نفسها كمان. لان ما لما جابت الراجل عجوز. انا بقول لك مش عارف ايه. وكل حاجة او خدي رقم بتعطي وخدي رقم. وانا مش خايف. حصل. وواحد تاني قال لها 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 ما عدرش اقول لها تسجن. شعور. وجابت ده وجابت ده. شعور انساني. مم. وواحد قال لها 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 مش عايز حاجة. اه انت بيها حاجة انا عايز السطر. واحد تالت. واحد رابع انا اه الاكل العيش المام اللي مفيش الكل حاجة غلية اللي مش عارفة. وشقل على رأسه البطاطين اللي بيباعها. هذا هو الشارع المصري. بكل. التوقف. التوقف بتاعته. وكل ما تنقضت. ومن اهل ان ابوسه. وحبيبي. هو اللي مش عارف ايه. والله انقذنا. هذا قال. وهذا قال. كل واحد عالي اللي عنه. هو ده الشعب المصري. والرئيس شاف. ما هي دين نقطة. ان الرئيس شاف. ان الكلام ده. وضع امام السيد الرئيس. واتكلم عنه بمنتهى الشفافية. يعني فيه ناس عندها الخوف. ما مش هنردنا نذكر. فيه ناس خايف. اه قد يكون. ده طبيعة بشرية. ده طبيعة بشرية. وقد يكون. فعلا شاف واقعة معينة. خاف من حاجة معينة. طبيعته. فهم حاجة غلط. حد بيقول له معلومات معلومات معينة. وهكذا. هناك شيء من الخوف. ما ده واقع. موجود في هذا التقرير. هناك شيء من اللاب بلا موجود. تقرير. فيه هناك حاجة من الضجر. موجودة في التقرير. وفيه حالة من الرضا موجودة في التقرير. هزي ده ده الشعب. ده طبيعي. ده طبيعة الانسانية. ده طبيعة الانسانية. مفيش حد. مفيش مكتبع في العالم. مش كلنا لابسين زي بعض يا سيد احمد. يا انت لابس لون وانا لون وغير لون وهكذا. قد نتفق فيها بعض الاشياء ونختلف في بعض الاشياء. لكن انا اللي بقوله بجعل الانتخابات الرئاسية بصرف النظر عن التقارير الاجنبية. وحالة والتضييق ومش تضييق. انا يعني ماذا لو استمر خالد علي مثلا. مين كان هيقوله انت بتعمل ايه. ممكن هيقوله لأ يعني. ممكن هيقوله لأ. ومش وبرده في ناس قالت ليس من واجب الرئيس ان هو ينزل يدور على منافسين. انا بتكلم حتى ولو كان هذا الا. ماذا لو استمر الفريق الشفية. ما حد لحد هلو ما انتمرش. هو اللي قال انا لما جيت لاتبادك اذا مش عيكس. تمام? فلحد عارض خالد علي. ولا حد غارض الفريق الشفية. مسايد بدوي الحزب بتاعه هو اللي ساحبه. بالزبط كده. ده ده موضوع تاني. لكن بالنسبة لقصة الفريق عنان هناك اجراءات. مم. لم يتم اتخاذها. وده كان ان انت تطلع اتنين بالليل وتستعجل. كان فيه شح. مم. تما كنت استنيت لغات الصبح وخدت موافقة القوات المسلحة. واحلت للتقاعد وا وا وا. وسجلت نفسك طبيعا. حاجة اجرائية يعني. اجرائية ما اللي اجدعه بها. مم. محدش ما يقول ده تخويفه جا. انا خاوف رئيس اركان مصر السابق. حد يقدر يخوفه يعني. نعم. رئيس اركان مصر. يعني هو فيه خطأ اجرائي. بس هي كان فيه حاجة يعني كان المقصود من وراء اه 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 التقارير دي. ان هو يطلعوا للرأي العام الاجنبي او الغربي ان هناك حالة ما او هناك شيء ما في مصر يمنع المرشحين من اظهور او انك في حد او جهة ما هي اللي بتحاول ان هي تعمل الكلام. البس انا احنا يعني ده اجتهد. وبرضو انا لا انكر انه فيه ساعات بالناس بتتصرف بطريقة الدبه. يعني فيه ناس بتطوع. بتطوع انا. بتت wivesد الامر يعني بتفسد المشهد. وتفسد المشهد. وكانه حبا. اه. في الرئيس او تزلفا للرئيس. مم. وهي تفسد. مم. وهي تفسد المشهد. مم. ودي حقيقة واقعة. محدش يقدر ينكر. سواء في الاعلام. مم. او في البعض السياسية. صحيح. وده حقيقة. انا عايز اقول مين اللي بيقول انه المشهد الانتكابي ومشهد وما تروحوش وقطعه ومشهد. منا المستفيد. مين اللي بيدول ده. اتنين بيدول ده. والتالت حاجة. الاخوة المسلمين بيقولوا مطرحوش عشان تقطعوا. لان هما ما لهمش حيلة. ما عندهمش حاجة تانية يستخدموه. مفيش شح. عشان ما يدروش يشحنوا الناس. مم. بتروح تعمل اي حاجة. فبقول قطره. ومبارح طلعت داعش بيان. وقالت انه المشاركة في الانتخابات الديمقراطية. والديمقراطية كفر. فانتو مطرحوش علشان ما تبهوش كفار. مم. لان الديمقراطية كفر. والفريق التالت اللي هما بعض اللزين ادعوه لامتناع عن اه عن التصويت اللي هما بعض اللي من من اه يعني من نخبة او. طيارات. طيار معين انه ما تروحش. طب انا انا عايز اقول حاجة. مين هيسمع اخصوتك لو انت ما روحتش. ما روحتش. طيب حاجة تانية. انت لو ما روحتش يا احمد بي الانتخابات ما اطلبنيش بيها حاجة بكرة. ليه? ما اطلبني انت 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 انا انا لم امارس حقي الدستوري. انت تنازلت عن واجبك. فملكش عندي حقوق. تنازلت عن واجب. ده واجب. انت الحق الدستوري ده كنت بتطالب بيه. وبتقول الكرسي وسوتي وسوتي. اصلاهم كانوا بيعبوا السنديد. اصلاهم ما كانوا. يعني حراكة هنا بتقول انزل. وحتى لو انت مش عايز انتخب حد. انزل وبتلصوتك. اعملlich عايزه. اعمل اللي انت عايزه. اعمل الما اعمل بس لازم تروح ده واجبك. ده واجب علي. واجب عليك طبعا. لان انت حدب تطالبني بحقوق. ماشي انت عايز الحقي. طيب ماشي انت عايز حقك ازي. مش لازم تعمل واجبك. اعمل واجبك. طب وانا بعد ما عمل واجبه هيفرق? هافرق طبعا. هيفرق طبعا. في ايه? في ايه. انت دلوقتي او ارتباطك بالسندوق ارتباط انت حطيته في الدستور وشرط انه ده هو اللي انا احترمه كقياد لا وتخنقت عليه وتخنقت وعملت اللي هو شعر ليه الناس رقصت في تصويت احتفالي وكرنفالي في الخارج لانهم فرحانين بان صوتهم له قيمة لانه قبل 2011 ما كانش اليوم تصويت صح ما كانش اليوم تصويت ولا اليوم قيمة بقولك انت المصير في الخارج دول بهرة بتحلب وخلاص لو حتى في الداخل كان لازم عشان تخب لازم يبقى عندي بطاقة انتخابية ولازم يبقى مدرك داخل الكشوف وكان الدوشة يعني كان اللي يروح عشان ينتخب ده انا كنت بطعب يعني كنت نروح بطعب دلوقتي دي بطاقة ده لو عندك بطاقة انتخابية اصلا لكن عندي بطاقة انتخابية الليل الحمرة دي كانت حاجة متعبة جدا فان انت بتشكل سياسة وطنك وسياسة بلدك من خلال صوتك الانتخابي قلت اه قلت المسين قلت صاد قلت لأ انا مش عايز حد قول قول انا مش عايز حد مش عجبنا حد فيه بس قول مارس وجبك في انك انت تشارك فيه سمعنا صوتك سمعنا صوتك من الورق انت بتقول ايه من الورق علشان ده هيدي مؤشر اللي بيقود البلد للاربع سنين المؤشر قدامه المؤشر قدامه واضح طيب من ضمن المطالبات من بعض الجهات الاجنبية كنت رائب على العملية الانتخابية في مصر مين ابرز يعني كنت نشوف دايما مؤسسة كارتر كده كان تيجي قبل الانتخابات الرئيسية تلاقيها بتعمل لك كده هما ما بيراقبوش دلوقتي بس في خمس بس بيطلع تقاريره خمس منظمات انجنبية تم التصريح لهم مين اللي نزليه اه انا مش حافظ اسمها هم بس واحد اسمها المسكوفية واحدة مش عالفة هما خمس الدول بحركة عارف الدول فيه من بلجيكا وفيه من سويسرا وفيه اه اعتقد حاجة مش فاكر اسمها الدول لكن هما خمس منظمات اجنبية بتراقب بالاضافة لله تفرق مراقبة اه اه دول اجنبية الانتخابات الرئيسية في مصر والله انا انا او مشاركة في المراقبة لو عن انا يتيجي كل المنظمات الاجنبية تراقب كل المنظمات تيجي تراقب لانه حتى الم يعني انا بقول ما سنبيهاش مراقبة بسميها متابعة هي متابعة اه ليه متابعة لان انت عندك البورد بتاع الانتخابات عشر قضاء اللجنة الولية للانتخابات ده بيحكم في رهابتك يعني ممكن يقول براءة ولا اعدام انت بتكلم في صوت فانت بتأمنه على كل حاجة بتكلمه على صوت حاجة التانية انه فيه كل صندوق عليه قاضي وبيفرز وقاعد ده ما بيصليش والفرز داخل اللجان فراقي ده بيصلي جنب الصندوق بيصلي جنب الصندوق بيأكل جنب الصندوق والفرز داخل اللجان اونلاين ممكن تصوره يعني انت لو قناة المحور بتتابع حتى ممكن تتابع على الاوعى عملية الفرز ده عمره مكان فالعملية عملية متابعة والمتابعة فقط لمجرد تشوف فيه تجاوز دفيس خرق الصمت الانتخابي هلت رفضت بعض المنظمات اللي كانت عايزة تتابع سير العملية انتخابية في مصر وقدمت شكوى للمجلس القوام الحقوق الإنسان الحياة محدش قدم لنا شكوى لكن كان مفروض ان احنا هنعمل لهم دورة تدريبية ونظرا لان النظام المالي والخلل اللي حصل رغم انه كان فيه جدول ليهم للأسف الشديد لم تتم الدورة التدريبية للجماعيات والمنظمات المشاركة يعني اللي بيجوا بيجوا مفروض على المجلس القوام الحقوق الإنسان في مصر والمجلس القوام الحقوق الإنسان بي نظم لهم دورة تدريبية لكيفية المتابعة للعملية الانتخابية دا داخلية داخلية الجماعيات الداخلية المصرية الداخلية المصرية تمام ودول انتو كان مفروض تعملوا دمع كان مفروض يتعمل فعلا دورة تدريبية في شهر ثلاثة دا على مداره بس للأسف انها لم تنفذ لان الموفقة جت اول مبارح اظن بس فانت مش مش هتلحق مش هتلحق بقى المجلس القومي وكانه مؤسسة حكومية ودي حاجة تدايق طبعا تدايق لان انت اصلا في قانون المجلس وقانون كل المجالس انها لها الاستقلال المالي والاداري علشان تقدر تنجز عملها وتنجز بدون ضغط من الحد صحيح طيب اعيزا انتقل لملف تاني وحضرتك نقيب الأطباء في سينا العملية الشاملة اللي موجودة هناك وحرك هنا يعني بكلم حرك سينا وفي نفس الوقت حقوق انسان وفي نفس وقت بنتكلم عن حق الحياة حق التنمية حق ان احنا يبقى في استقرار على الارض شايفين العملية ازاي هناك في سينا بص انا هقول ان العملية سينا 2018 دي كغاية ما كان يتمنى اهل سينا اهل سينا فقدوا الف شهيد منهم تلتمية واثناشر في خبط واحدة في مسجد الروض والباقي على مدار اربع سنوات اما زبحا او رميا بالرصاص او خطفا ثم يقتل وتتريم راسه على اول الشرع بتاعه من قبل من قبل الجماعات التكفرية نعم وبسبب العمليات التكفرية تم اا 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 تجريف اه الاف الفددين من الزتون صحيح اا ده على انه كانوا بيستخبوا فيها التكفرين فمن تضرر أهالي سينة تم نقل أهالي رفح من مكانهم لسبب الأنفاق طبعا كان منهم بعض الضالعين في الأنفاق بس دول حوالي مثلا 800 بيت اللي كانوا بهم أنفاق لكن 800 بيت دور عضروا بأكثر من 20 ألف بيت أو أكثر يمكن في أكثر من 30 ألف وصة تم نقله فهم كمان داد حدث بسبب الإرهاب فحاج بتكلم أن أهالي سينة مضارين جدا 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 بوجود العناصر دي في المنطقة الجغرافية طبعا يعني الآن مع العملية الشاملة الطرق مقطوعة مفيش بنزين مفيش وصول حتى للمواد الغذائية لبعض الناس والشيزوية دورفح والعريش بالتحديد واللي بيوصل بتوصله القوات المسلحة يعني حد الكفاف يدوب بكفي القل القليل الناس برغم أنها ضحة طول السنوات الماضية إلا أنه خلال 45 يوم اللي فاتوا دول كمان هناك تضحية من الجوع يعني كان فيه نقص من الأموال والأنفس والسمرات ودلوقتي وصلوا مرحلة يعني أنهم بيعانوا من أنه ياخد مواد الغذائية نعم في العملية الشاملة القوات المسلحة بتدفع بكميات مواد الغذائية لكن للأسف التنسيق على المستوى المدني بين التموين والمحافظة يعني حتى الآن أثبت أنه يعني مسألة الإدارة دي محتاجة أن هي بس علشان لما يسمعني أهل نفسينا ما يقولوش أن أنا بتزين أو إنما كانت مهمة العملية بالضبط كده أنت علشان برضو علشان تعزز الظاهير الشعبي للعملية وتستمر لابد أن يعني تستقوي بالأهالي وتستقوي بالناس وأن أنت تديهم بعض احتياجاتهم البسيطة وأنت بكرة فيه انتخابات طب هيروحوا الانتخابات إزاي مفيش هيروحوا بالعجل على فكرة مفيش أي آآ وقود نعم بيمشوا على رجليهم فاللي هقدر يروح يدوب يمكن واحد على عشرة من اللي هقدروا يروح سعيد لأنه فيه اللي جاء الانتخاب على بعض عشرة وعشرين وثلاثين واربعين كيلومتر مين هيروح ده حاجة الحاجة الثانية إن إحنا زيارة الرئيس النهاردة بعثت أمل جديد جدا فينا كلنا بشعب مصر بالكامل وشعب السيناء بالتحديد إنها قريبا سوف نحتفل هنا بالقضاء على الجماعات الظلامية فحيح الجماعات الظلامية التي أرادت أن تشدنا إلى الخلف قرون من الزمن إنه الرئيس النهاردة يعد بهذا الوعد وقريبا قريبا دي معنى وين فرقت طبعا فرقت كتير أنا مستعد أجوع بس يقول لي أجوع دي أنا مستعد يعني مفيش مشكلة بس خلصنا من كل الناس دي إحنا أولاد الصبر وأولاد الصمت وأولاد يعني إحنا أربع حروب أنا اليوم كننسى أنا كل مرة لما بكلم عن سيناء لازم أفتكر المشهد ده اللي لا يمكن ننسى قوي وهو مؤتمر الحسنة اللي كان فيه وعد الشيخ شيخ سيناء كلها وعدت بأنه يبقى سيناء دولة وإن تيجي وتقول بس أن أنت بتعلن أنت وتعلنوا بس أنه الشيخ سالم يميها وقف وقال أن هو بيعلن أن هذه الأرض أرض مصرية جزء لا يتجزأ من مصر وأن القيادة هي قيادة الرئيس جمال عبد الناصر وأن أهالي سيناء في حرب استنزاف مع المحتل إلى أن تتحرر مصر يعني ده موقف أهالي سيناء دايما ومستمر وسيظل وموقف متزيش وسيظل وهم دايما بيدفعوا التمن على بوابة مصر الشرقية بيدفعوا التمن بحروب 48 و56 و67 و73 وما بعدها وكانوا في 73 تعارف كويس جدا يعني أنهم كانوا يعني الأخمار الصناعية اللي بتنقل كل حاجة للقوات الخاصة والخدمة السرية علشان يبقوا عارفين كل ما يدور خلف خطوط العدو وآنا الأوان أن يتم تنمية سيناء تنمية حركية أعتقد أن الخطوات اللي بدأها الرئيس هو ما معال ما عملش أنفاء عشان نتصور فيها صحيح يعني أول واحد يفكر أنه يعمل أنفاء تحت الأرض بعد رئيس السادات الرئيس السادات اللي أرحمه كان أعتقد ما في قلبه هو الآن في عقل الرئيس الفتحسي لأنه أنا أرى تجسيد لحلم السادات لسيناء في خطوات يؤديها الرئيس الفتحسي أنا عصرت الرئيس السادات وعدت معاه وعلى أرض سيناء في 77 وقال لنا يا أولاد أنا عايز سيناء تبقى منطقة اقتصادية ذات طبع خاص بحاكم اقتصادي بقانون خاص ونميها بأسرع من البرق وما تخافوش عليها مش ألفه بي وجيم ما تخافوش بكرة حجيب كل العالم يعمل مصانع في سيناء ويعمل مصالع في سيناء بحد الشهادة ريدراب تلقى فيها ده اللي قاله الرئيس السادات النهاردة لما نشوف الرئيس الفتحسي ربنا يدي له الصحة وطلط العمر وإن شاء الله يعني نرى سيناء على أيديه في السنوات القليلة لأنه قال الفين اتنين وعشرين حنشوف سيناء حاجة تاني يا رب فهو احنا في انتظار الوعد لأنه نشوف مصر كلها حاجة تاني بإذن الله تعالى لأنه سيناء هي البعث الجديد هو للعاصمة الاقتصادية هتبقى في سيناء وهتبقى سلام اسمها سلام يا رب يا رب أنا بشكورك جدا دكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب أطباء شمال سيناء على وجود حرارك النهاردة معنا شكرا بجد على وجود حرارك حرارك دايما شخصية عزيزة كريمة بتنوارنا هنا في الستوديو شكرا شكرا دكتور صلاح شكرا كده نكون وصلنا لنهاية حلقتكم النهاردة من برنامجكم صوت الناس النهاردة أفكركم في حاجتين مهمين جدا النهاردة الساعة 12 بالليل صمت انتخابي الساعة 10 الله رب ماتش مصر والبرتغال محمد صلاح وكريستيان ورونالدو هنشوف النهاردة ونشجع كلنا مصر الدولة اللي احنا كلنا دايما بنحبها بحلوها ومرها كان معكم أحمد الشعر هذا هو صوت الناس أترككم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته